التخطيط طويل الأمد من أهم الحاجات اللي بنتعلمها من سلاسل الأفلام الطويلة زي بتاعة دي سي وبتاعة مارفل بنبتدي نفهم إننا المفروض دايما نبص الأدام ونعمل حساب تغيرات المستقبل مش نيجي نخطط للتيشرت بتاع واحد من أهم أفلام السنة وننسى إن الأرض بتلف حوالين الشمس أصلا ثانية واحدة حقوم ألبس جاكت الموضوع مش تهريج أصله أحداث فيلم أكوامان بتدور بعد مرور السنة على أحداث فيلم جاستيس ليج وهزيمة ستيبن وولف أرثر كوري دلوقتي منصب نفسه كمسؤول عن كل حاجة بتحصل في البحر ومواجهة المجرمين والقراصنة ولما ميرا بتطلب منه إنه يرجع لأتلانتس عشان يطالب بحقه في العرش ويواجه أخوه من أمه أورم بيرفض ولكن لما بيكتشف إن أورم بيحشد علشان يعزز سلطته ويضخم جيشه استعدادا لغزوة عالم السطح بيغير رأيه بس عشان يقدر يواجه أورم كوري لازم يلاقي الرمح الثلاثي بتاع الملك أتلان عشان يثبت أحقيته ويقدر يجمع قوة عالم البحر وراه فبينطلق في مغامرة مع ميرا عشان يلاقي الرمح الثلاثي ويتصدى لمخطة أورم ويستعيد السلام فيترى إيه اللي حيحصل سؤال واحد فضل ينطف مخي طول ما أنا بتفرج على الفيلم هي الناس دي جعانة لأي درجة ولما بقول جعانة مش قصدي حاجة وحشة ولما بقول ناس مش قصدي دي سي قصدي الناس اللي خلفوا أمام الفيلم بالتحديد فريق البطولة والمخرج كلهم إدوني إحساس إنهم بيعملوا الفيلم ده زي ما يكون آخر فرصة لهم عشان ينجحوا وهو كذلك بالفعل بالنسبة العدد منهم بس درجة التفاني اللي أنا شفتها دي ما تطلعش بدافع الخوف تطلع بدافع التأدير جيمز وان مقدر إن دي فرصته عشان يتحرر من عالم الرعب جيسون موموة من قبل ما شوف الفيلم وأنا متأكد إنه عايش حلم هو شخصيا ما يعرفش وصله إزاي أمبر هيرد في فترة من الفترات كان عندها نفس مستوى الترقب اللي كان عند حد زي مار جروبي أول ما ظهرت ولكنها أهضرته ودلوقتي واضح جدا إنها مقدر الفرصة التانية اللي الحياة قلما تجود بيها على الممثلات بالتحديد نفس الكلام ينطبق على باتريك ويلسن اللي في يوم من الأيام كان بينظر له على إنه نجم صف أول على الطريق كلهم بدلوا مجهود كبير وواضح عشان يخلوا كل لقطة في الفيلم ملحمية وممتعة لأقصى درجة ومجهودهم كان موفق قوي خصوصا مع انضمام عامل رئيسي خلى الفيلم ده مختلف عن كل أفلام الأبطال الخارقين الآخرين العامل ده بمنتهى البساطة هو البحر ووقع إن قدر كبير من أحداث الفيلم بتحصل تحت المية ده وفر فرصتين فريدتين جدا وتم استثمرهم بشكل كويس قوي للابتكار ولجعل الاستخدام التقيل للمؤثرات البصرية غير مزعج الفرصة الأولى هي الأبعاد التلاتة لكل مشاهد المعارك في أي مواجهة بنشوف الشخصيات بتتحرك في أي اتجاه بما فيهم فوق وتحت بما إننا في المية ده شكله كان طبيعي أكتر من مشاهد المعارك الطائرة في باقي أفلام الأبطال الخارقين والفرصة التانية هي الألف اللي ما بيننا وما بين شكل الكائنات البحرية وسحر مرقبتهم وهم بيتحولوا لوحوش ومخلوقات خيالية وده برضو كان مثير للإعجاب أكتر من الكائنات والوحوش اللي بيجولنا من كواكب وعوالم أخرى في باقي أفلام الأبطال الخارقين فإيه بقى اللي حصل لما لقينا نفسنا في العالم المنعش ده مع الناس المجتهدة دي مدعك يا معلم الفيلم عمليا ما بياخدش نفسه معركة وراها كارثة وراها رحلة البحث عن كنز وراها مطاردة وراها مواجهة مع وحش عملاق وراها حرب وفضل فيه مساحة كبيرة للكوميديا ومساحة معقولة للرومانسية وللمفاجأة مساحة مقبولة جدا للدراما وكل ده بيحصل يا إما في بداية أو منتصف أو نهاية مشهد أكشن طويل ومعقد زي ما قلتلكم وين بيخرج الفيلم ده زي ما يكون آخر فيلم حيعمله في عمره بس مش كل مشاهد الأكشن طلعت على نفس المستوى بعضهم كان جامد جدا وبعضهم يا دوب مقبول مع الوضع في الاعتبار أن كلهم معمولين بإتقان شديد وفي تفاصيل الأكشن نفسه الموضوع نسبي جدا يعني أنا عن نفسي حسيت أن مشاهد المعارك وخصوصا في النص الأول إقاعها كان أسرع من اللازم بس محمد ابني كان بيتفرج معايا وقال لي إن لو مشاهد المعارك كانت أهدة من كده كنت حطلع أقول إنها أبطأ من اللازم فطبعا ردت عليه وقلت له معلش فكرني أنت جبت كام في امتحان الدراسات فأنا اللي كسبت المناقشة دي طبعا في النهاية بس ممكن يكون عنده حق هو عموما يا جماعة مفيش فيلم في الدنيا بيستفيد من إن مشاهد الأكشن اللي فيه تبقى كتيرة قوي وطويلة قوي ومتوقعة قوي صعب قوي تحتفظ بنفس مستوى الانبهار في كل المشاهد دي وبما إننا بنتكلم عن عيوب الفيلم فحقيقي أنا مقتنع إنه أطول من اللازم عايز أقول لكم على سر بس ياريت متقولوش لحد أنا دخلت الفيلم متأخر 10 دقايق وقصة نشأة أقوامان دي كلها وقعت مني وللمفاجأة حسيت إن الفيلم كده أحسن لإن القصة نفسها بتتحكي أكتر من مرة جو أحداث الفيلم ومش بشكل وحش وحسيت إن ده من دواعي المتعة إني أكتشف القصة دي مع نفسي وحدة وحدة نفس الكلام ينطبق على زوايا كتير وقصص فرعية كتير كان ممكن يشار ليهم بدل ما يتحكوا على بعضهم كان حيخلي الفيلم أقصر وفي رأيي كان حيخلي الفيلم أفضل مع تجنب بعض الحوارات الدرامية الملزقة الحقيقة اللي حصلت قرب النهاية بس على الجانب الإيجابي أنا ما كنتش متدايق من صحبة فريق البطولة جيسون موموة زي ما احنا عارفين بالفعل اختيار رائع للشخصية على جميع المستويات وعلى رأسها المستوى الجثماني وعجبني جدا إن الشخصية بتاعته متصممة بعيوبها حبيبي مخه مش كبير قوي وبيوقعه في مشاكل كتير وده كان شيء رائع وأمبر هيرد كذلك ممتازة وللأمانة التناغم اللي ما بين اللي اتنين أنا عن نفسي ما كنتش متوقعه أنا انبسطت جدا بأقوامان كانت تجربة ممتعة وغنية الفيلم عارف إن مهمته الرئيسية هي إنه يمتع المشاهد ونجح في ده بشكل كبير وقدم ما يلزم في باقي العناصر السينمائية عشان يخلي تجربة المشاهدة متزنة ومتمسكة بالقدر الكافي فريق البطولة رائع وأنا حاسس إن الفيلم ده محتاج تحية من نوع خاص عشان اختار الناس دي ونجح في إنه يدمجهم مع بعض الصورة النهائية للفيلم بكل تفاصيلها جمدة جدا وزي ما قلت أنا ما تضيقتش من الاستخدام الكثيف للمؤثرات البصرية لإنها ليها معنى داخل نطاق العالم اللي الأحداث بتدور فيه حتى العيوب اللي اتكلمت عنها من إن الفيلم أطول من اللازم أو إن اللي استمتاع بمشاهد الأكشن ما بيفضلش على نفس المستوى الحد النهاية مش بالحجم اللي يخليها تفسد أي حاجة تقييمي لفيلم أكوامان هو 8 من 10 وأتمنى إن دي سي تكون أخيرا فهمت إن الموضوع مش باختيار الأسماء الكبيرة الموضوع باختيار الأسماء المناسبة واللي عندها جوع حقيقي للنجاح مناقشة الحلقة المرة الجاية اللي حتشوفوا فيها شخصية أكوامان تحبوا تشوفوه في مغامرة جديدة مستقلة ولا في مغامرة جديدة جماعية مع الجاستيس ليج ياريت تسهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبوز وبي باي اشتركوا في القناة